السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح الخير لكم جميعا سنبدأ من قرار شركة الخطوط الحديدية الألمانية Deutsche Bahn بمدى استهلاك الكانابيس الحشيش في البانهوفات محطات القطار في ألمانيا بعد أن تم التشريع والسماح بالتدخين هذه المادة في ألمانيا طبعا ضمن شروط معينة كما نعلم بعد صدور هذا القانون وتطبيقه في 1.4.2024 قررت الآن شركة الخطوط الحديدية الألمانية Deutsche Bahn ومع ذلك بمنع استهلاك هذه المادة وتدخينها في كل الأماكن سواء داخل محطة القطار أو المناطق القريبة منها علما أن هذا المنع سيشمل حتى التدخين في الأماكن المحددة لذلك كما نعلم للمدخنين السجائر بشكل عام فيه يوجد مناطق محددة بتكون مرسومة تسمى الغوخة سونة يعني هي المناطق المخصصة للتدخين حتى في هذه المناطق سيكون تدخين الكنابس ممنوعا منعا باتا ومن أجل ذلك فإن الشركة ستقوم بتعديل اللوائح الداخلية المعمول بها للشركة وخلال مدة شهر الآن سيصبح ذلك قانوني بشكل كامل وبعدها سيبدأ التطبيق أيضا وحتى ذلك الوقت سيتم الطلب من الناس بشكل بشكل يعني بشكل لطيف أن يتخلوا عن استخدام هذه السجارة أما السبب فهو لحماية المسافرين من الأطفال واليافعين أيضا من هذا المشهد ومن أضراره فبالتالي بالقياس كما هو ممنوع التدخين في المناطق القريبة من المدارس من النوادي الرياضية من الفوس كينغاتسون بالمدن يعني ممرات المشات في المدن أيضا بالمثل سيتم منع تدخين هذه المادة لدى محطات القطار في الموضوع التالي حزب الاف دي بي أحد الأحزاب الحاكمة في ألمانيا في الحكومة المركزية صاغت القيادات الآن ورقة عمل تشمل عدة نقاط للتصويت عليها في مؤتمر الحزب القادم ولكن هذه الورقة تشمل عدة نقاط من النقاط الرئيسية فيها متعلقة بموضوع المساعدات الاجتماعية في ألمانيا وأيضا موضوع العاملين في ألمانيا ودعمهم وخطة لإنقاذ الاقتصاد الألماني أو تحسينه حزب الاف دي بي هو أحد الأحزاب الحاكمة المهمة أيضا في الحكومة المركزية ويشمل سلاسة وزارات رئيسية الوزارة المالية بقيادة قسيان لنا رئيس الحزب وأيضا بقيادة بوشمن وزارة العدل الألمانية وفولكا فيسين أيضا وزير المواصلات في ألمانيا هذا الحزب كما نعلم حزب الاف دي بي هو الحزب الليبرالي في الحكومة دائما نشهد أنه هو في طرف عادة وحزب الاس بي دي والجرون إلى حدا ما في طرف آخر في هذه الحالة صاغوا الآن عدة نقاط هامة للحزب أيضا للدخول بها إلى الانتخابات القادمة على ما يبدو في جوهرها هو موضوع المساعدات الاجتماعية حيث تمت صياغة نقاط متعلقة بأنه يجب السماح مباشرة بفرض عقوبات على واقتطاعات على من لا يلتزم تعليمات الجوب سنتر مجرد أن يرفض أي عروض بالعمل أن يصبح ممكنا أن يتم اقتطاع المساعدات بنسبة 30% بشكل مباشر وإذا استمر هذا عدم التعاون مع الجوب سنتر فأن يكون حتى الاقتطاع كامل للمساعدات الاجتماعية وهو بشكل أو بآخر يشبه الشكل المعمول به في النظام القديم الهاتس فيه قبل أن يتحول لنظام البرجاجلد لأن نظام البرجاجلد أهم مميزاته كان هي الزيادة الكبيرة في المساعدات الاجتماعية نسبيا وبنفس الوقت أيضا التخلي عن سياسة المعاقبة لمن لا يتعاون والاتجاه إلى سياسة الترغيب بالاتجاه للعمل بشكل طوعي النقطة الثانية الآن في هذه الورقة هو طريقة احتساب المساعدات الاجتماعية شاهدنا في العامل الماضيين ارتفاع كبير في المساعدات الاجتماعية عند الدخول النظام البرجاجلد حيز التطبيق ومنذ بداية هذا العام أيضا شاهدنا ارتفاع كبير في المساعدات وهو الشيء الذي انزعجت منه أيضا الأحزاب المعارضة بشكل كبير قياسا بمن يعمل في ألمانيا فبالتالي عبي طالب بنلغند يعني حسب طريقة الحساب الجديدة أنه في بداية العام الجديد يعني بعد سمانية أشهر تعودنا دائما في بداية السنة في زيادة في المساعدات الاجتماعية أن لا يتم هذه المرة أي زيادة في المساعدات الاجتماعية إذن هذه أيضا مطالبة رئيسية شاهدناها أيضا من المعارضة عدة مرات هو وقف زيادة المساعدات الاجتماعية في كل سنة في كل مرة وخاصة بالشكل الكبير كما حدث في بداية هذا العام من النقاط الأخرى الهامة أيضا في ورقة العمل هذه لحزب الاف دي بي نقاط متعلقة بمكافأة العاملين مثلا بتخفيف الضرائب عنهم أو إلغائها لمن يعمل ساعات إضافية أو باشتون بشكل كبير ولكن بالمقابل أيضا هو رفع سن التقاعد بشكل غير مباشر بشكل طوعي وليس بشكل إجباري بحيث لا يتم السماح بالخروج إلى الغنت إلى التقاعد بشكل مبكر في سن 63 طبعا حسب الموليد وإنما حتى العمل أو السماح بالعمل حتى سن 72 سنة ولكن بشكل طوعي يعني مكافأة لمن مثلا يعمل بزمن أطول مثلا أن يتم تخفيف الضرائب عنه مثلا عن الرواتب فالسبب أيضا هو لتعويض النقص الحاصل في العمل التخصصي بحيث أنه يبقى الشخص في عمله لزمن أطول لأنه من الصعب تعويض مكانه شخص آخر أيضا زو كفاءة عالية في الموضوع التالي مرة أخرى شجار في دار للاجئين في مقاطعة هسن في بنسهايم تحديدا حيث كان هناك شجار بين شخصين عمره 35 و 32 سنة الضحية عمره 38 سنة على ما يبدو أن الشخص الآخر قام بيطعاني عدة طعنات أدت إلى وفاتي ورغم استدعاء الإسعاف ومجيء عدة سيارات ومحاولة إنقاذ حياته إلى أنهم لم يستطيعوا وتوفي في المكان وبعد ذلك قامت الشرطة بعملية كبيرة في إغلاق المنطقة وإجلاء كل سكان دور اللاجئين في المكان الحدث يعني وإجلائهم إلى مناطق أخرى ورعايتهم بعد المشهد الفضيع الذي شهدوه الذي أدى إلى مقتل شخص يعني بعدة طعنات في هذا المكان وتم القبض على الشخص الفاعل ولا تعرف لحد الآن ولم تنشر في الإعلام الألماني عن الأسباب والدوافع أو خلفية الشجار ولكن الشيء الذي الملاحظ هو دائما أو حتى في هذه الحالة أن الإعلام الرسمي أيضا هذا النقاش يدور في كل مرة لأن الإعلام الرسمي عادة يتجنب نشر المعلومات بينما كل وسائل الإعلام الأخرى تقوم بذلك وأن الإعلام الرسمي يتجنب نشر هذه المعلومات وإذا نشرها لا ينشر عادة مثلا جنسية الفاعلين إلا إذا تعرض للضغط كبير أيضا هذا من أنواع النقاش التي تدور في هكذا حالات عم نشهد في الفترة الأخيرة زيادة حوادث الطعن في كل مكان بشكل كبير وهذا يؤثر على المزاج العام في ألمانيا وتستغله الأحزاب اليمينية في الانتخابات القادمة في آخر مقابل لمزاج شهير يعني اللي بتابع البرنامج أيضا ماكوس لانس تحدث أنه هل هي مطالبة كبيرة أن يطلب من الشخص الذي يأتي إلى ألمانيا طلبا للجوء والحماية هل هو طلب مطلب كبير أن يطلب منه أن يتصرف بشكل طبيعي يعني أن لا يقوم بهكذا أشياء سرقة ضرب قتل شجار جماعي يعني هل هو مطلب كبير يعني هل هو صعب إلى هذه الدرجة أنه شخص يعبر الدول والبحار للوصول إلى ألمانيا لطلب اللجوء والأمان فيها ثم يقوم بهكذا أفعال يعني هل طلب عد أن لا يقوم بذلك يعني هل هو مطلب كبير إلى هذه الدرجة هذا النقاش أيضا سياسي دائر في ألمانيا بشكل يومي في برامج التوك شو أيضا على التلفزيون الألماني فبتمنى أسمع رأيكم أيضا بهذا الموضوع هل هي مبالغة في التغطية المستمرة لهذه الحوادث هل هي عبارة عن مجرد جرائم مدنية تحدث يعني أم أن هناك يعني ارتباط بينها وبين فكرة أن النسبة الأعلى والأكبر من اللاجئين أو طالبي اللي جاء في ألمانيا من يقوم بذلك الموضوع التالي أيضا هام جدا بهمنا جميعا وهو موضوع سيارات ذات محركات الاحتراق بنزين ديزل أو الهبغيد مثلا وأيضا السيارات الكهربائية كما نعلم الاتحاد الأوروبي البرلمان الأوروبي اتخذ القرار بالتصويت وحسم الأمر بأنه بعد عام 2035 في كل دول الاتحاد الأوروبي لن يتم تسجيل سيارات جديدة ذات محركات احتراق يعني بنزين أو ديزل وبالتالي سيتم تسجيل فقط سيارات ذات لا تنبعيس منها الانبعاثات الضرة بالبيئة وخاصة الغاز الثاني وسيد الكربون فبالتالي المقصود فيها بشكل مباشر يعني رئيسي هي السيارات الكهربائية قد أيضا تكون هناك أنواع أخرى مثلا الهيدروجين السائل ولكن لحد الآن السائل ده هي السيارات الكهربائية نرى أول شيء المعلومة ونرى بعض المعلومات المرتبطة بها ماكوززيو ده رئيس وزراء مقاطعة اعتبر الآن أن هذا القرار كان خاطئا ويجب التراجع عنه فأعتبر أنه يجب التراجع عن هذا القرار الآن ما هي المشكلة المشكلية على الشكل التالي؟ الآن محركات الاحتراق هي محركات التي تشتهر بها ألمانيا دون غيرها من دول العالم بشكل ألمانيا الدولي الرائدة في صناعات محركات الاحتراق وخاصة محرك الديزل وأحد عمدة الاقتصاد الألماني شركات السيارات الألمانية عند الانتقال إلى السيارة الكهربائية أصبح الأمر أبسط عبارة عن بطارية ومحركات احتراق محركات كهربائية فبالتالي تقنية مختلفة ألمانيا تأخرت في الاستثمار في هذه التقنية دول أخرى سبقتنا مثل الصين والولايات المتحدة الأمريكية دون شركة تاسلا تحديدا فعم نشهد الآن إذا بتنظروا حولكم بشكل يومي انتشار كبير للسيارات الكهربائية وخاصة التاسلا لأن التاسلا يمكن تمييزها بسهولة شركات السيارات الكهربائية الأخرى مرسيدس أو كيا اي بي سيكس أو هوندا ايونيك فايف أصعب تمييزها ولكن هي منتشرة الآن بشكل كبير أيضا في ألمانيا بناء عليه شركات صناعة السيارات الألمانية المرسيدس بيم في أودي فوفي حتى البوش بدأت الانتقال إلى صناعة السيارات الكهربائية ولكن الذي حدث هو أنها تقدمها بطيء الناس لا تشتري السيارة الكهربائية رغم الدعم الحكومي الكبير لفترة طويلة عند شراء سيارة كهربائية وأيضا المشكلة بتراجع أسعار السيارات الكهربائية المستعملة بشكل كبير يعني السيارة الجديد بعد عامين وثلاثة عوامل ده بايع السيارة عب تخسر من قيمتها بشكل أكبر من سيارات ذات محركات الاحتراق هذه من المشاكل القائمة الآن يعني في ألمانيا تحديدا فبالتالي تراجع أيضا لبيع السيارات الكهربائية الناس بكل بساطة ما عب ترغب فيها بالشكل المطلوب يعني بغض نظر أن هل هي تقنية جيدة أم لا بالشكل المطلوب للوصول إلى هذه النقطة 2035 أنه خلاص نحن ما نسجل سيارات كهربائية سيارات محركات احتراق قديمة طبعا مسموح استعمال سيارتك حتى آخر لحظة فهذه النقطة الآن التي نادى بها أعتبر أنها خطأ الآن هذا القرار ويجب التراجع عنه حتى شركات السيارات الألمانية مرسيدس أيضا بشكل رئيسي الآن بدأوا يغيروا خططهم وشركة بيم في أيضا بعدم الانتقال السريع على الأقل إلى المحركات الكهربائية وإنما أبدو أن هذه التقنية ستعيش لفترة أطول ممن أتوقع محركات الاحتراق وهي المحركات التي تشتهر بها ألمانيا لكن يجب أن نذكر حتى نبقى موضوعيين وهو ما نشر أيضا أن معكو زودة عندما كان السكرتير العام لحزب الـ CSU في 2007 كان هو نفسه مع منع السيارات زاد محركات الاحتراق وحتى كان في ذلك الوقت مع منعها حتى عام 2020 نحن صرحنا بالـ 2024 فبالتالي موقفه الجديد مغاير تماما عن موقفه القديم ففي عام 2020 أيضا كان له تصريح بنفس الطريقة أنه كان مع أيضا الطاقات البديلة يعني أيضا السيارات الخضراء يعني سواء الهيدروجين السائل كان مقصود فيها في ذلك الوقت يعني لم يكن أحد يتوقع أن ننتقل إلى السيارات الكهربائية تحديدا ولكن الفكرة أنه في وقت سابق كان أيضا مع المنع حتى عام 2020 والآن هو ضد المنع اللي الآن قرار في 2035 فعبي طالب التراجع الآن عن هذا القرار على مستوى الاتحاد الأوروبي وخاصة أن بقية الدول العالم لا تزال تستعمل سيارات زاد محركات الاحتراق ولا يوجد منع وهي كانت أهم المعلومات من ألمانيا تحياتي لكم جميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته